المتاعات الأخيرة يمكن المعسقر بدأ من زيوم الخميس الماضي لكن خلال هذه الفترة الجهاز الفني قدر الإمكان بيحاول يطبق بعض الجمل الفنية في هذا المعسقر واستفادة كبيرة واستفادة قصوى من خلال هذا المعسقر في التوقيت الحالي النهاردة كان فيه تدريب في ملعب شباب أهل دبي غدا فيه تدريب صباحي ثم الفريق إن شاء الله ستوجه إلى مطار دبي في حدود حوالي الساعة 2 الدهر بتوقيت القاهرة لاستقلال الطائرة العائدة إلى القاهرة في ختام هذا المعسقر نتمنى بإذن الله يكون المعسقر لمدة أسبوع أدى الغرض والهدف منه اللي كان بيتمناه المزير الفني السويسري ريني فيلر بيستحاب كل الفريق واللاعبين في معسقر خاص لمدة أسبوع في دبي بعيدا عن كل الأجواء الحالية ومن أجل كمان استعداد وتجهيز للمرحلة القادمة اللي تم تأسيمها لأقصر من مرحلة في الفترة القادمة فيلر النهاردة عاخد اجتماع مع المعاونين في الجهاز الفني قبل بداية المران وهذا الاجتماع شهد التحديد النقاط الفنية والجمل اللي هيخدها الجهاز الفني مع اللاعبين في تدريب اليوم بتبقى في الغالب هذه الاجتماعات الاتفاع على وحدة برنامج جابدني وفني بيتم تنفيذه من خلال الجهاز الفني مع اللاعبين سواء في معدلات الإلجارية ومعدلات الوحدة البدنية مع جزء فني تخصصي بيتم تنفيذه ما بين الجهاز الفني مع اللاعبين نهاردة التمرين بدأ مبكرا يعني بدأ عن معاده حوالي ساعة كان الجهاز الفني بفضلا يكون التمرين نهاردة مبكرا عشان ياخد مساحة وقته اكتر في التمرين زي ما لطلقوا النهاردة اخر تدريب في الملعب وبقر ان شاء الله في تمرين خفيف صباحي ثم التوجه الى مطار دبي قبل العودة الى القاهرة وخلال الفترة القادمة ان شاء الله في فترة اجازة حوالي اربع ايام بعد العودة ان شاء الله من القاهرة عشان يبقى فيه مرحلة تالتة واخيرة هتكون بدون اللاعبين الدوليين هذه المرحلة هيكون بقى فيها استعداد خاص جدا خاصة ان طبعا اكتر من حوالي 60-70% من قوامر رئيس للفريمش هيكون موجود فهيتم التعامل خلال القايمة الموجودة مع عدد اخر من اللاعبين اللي هيتم تصعيدهم من قطاع الناشئين في الفترة القادمة كان فيه النهاردة مران خططي زي ما قلت لكم فيه معسكر النادي الاهلي في الامارات وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت اشراف توماس بينك المخطط الأحمال وكان فيه تدريبات للقرأ الطائرة بمشاركة جميع اللاعبين ثم خاض الفريق بعد ذلك تدريبات فنية مع تنفيذ بعض الجوانب الخططية طبعا مهم جدا نتطمن على حالة تعادل من اللاعب يمكن الجهاز الطبي بيوضح موقف سلاسي الاهلي حسين السيد كان عنده كدمة في الرجبة الحمد لله انتظم في المران بالأمس بشكل طيب جدا وبصورة طبيعية بعد زوال الورم اللي كان موجود في الرجبة جهاز الطب أيضا قال إن أحمد الشيخ حالته تحسنت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة وخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران بعد تنفيذه لبرنامج تأهيلي أمس على ملعب شباب أهل دبي أيضا جمان الجهاز اتكلم على جهاز الطب يتكلم عن محمود متولي قال بيواصل لتنفيذ برنامجه الخاص في الفترة الأخيرة واتباع التعليمات الأخيرة للطبيب الألماني المتواجد في الإمارات إن كان محمود متولي كان جهاز الطبي فضل أنه يعرضه على طبيب ألماني موجود في دبي في التوقيت الحالة عشان يطمئن على حالته وآخر المستجدات في البرنامج التأهيلي لللاعب الطبيب الألماني قال محمود متولي لسه محتاج مساحة زمنية وما يكونش فيه استعجال عليه وبالفعل في الفترة الحالية كان فيه برنامج خاص تم إعداده المحمود متولي في معسكر الأهل في الإمارات والطبيب يعني بص على الفحوصات الطبية والأشعة اللي أجراها اللاعب في دبي وأكد أن فيه مدة معينة لازم يتم تأهيل اللاعب فيها خلال الفترة القادمة فتم مد فترة التأهيل مدة قصيرة خلال الفترة القادمة قبل نزوله للمران في التدريبات الجماعية بدءا من الغد كل اللاعبين الدوليين الأجانب اللي كانوا موجودين في صفوف النادي الأهلي سيسافرون إلى بلدهم للانضمام إلى معسكرات منتخبات بلدهم في الفترة القادمة استعدادا للأجندة الدولية القادمة عندنا الحمد لله إمكانيات فنية متميزة في عدد من اللاعبين الأجانب يعني ما بالكم أنت عندك في النادي الأهلي حوالي خمس أجانب الخمسة منهم أربعة موجودين في قوام منتخبات بلدهم في الفترة القادمة علي معلول مع المنتخب التونسي وليد أزارو مع المنتخب المغربي اليو ديانج مع المنتخب المالي وأيضا كمان جيرالدو مع منتخب أنجولا خلال الفترة الحالية في حالة أجازة أربع أيام لكل اللعبة لكن اللعبة الدولية الأجانب اللي هيسفروا من دبي هيتوجهوا دائما أو مباشرة إلى تونس إلى أنجولا إلى المغرب للانضمام لمنتخبات بلدهم أيضا كمان اليو ديانج موجود مع منتخب مالي اللي بيستعد لي التصفيات الإفريقية في الفترة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة القادم وبداية البطولة مباراة مصر ومالي بإذن الله يوم الجمعة القادم في انطلاقة التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبيات توكيو طبعا أغاية مش موجود مع منتخب بلده لكن خد إذن من الجهاز الفني أنه يسافر إلى نيجيريا لتجديد جواز سفره خلال الفترة القادمة أغاية يتوجه من دبي إلى نيجيريا مباشرة لتجديد جواز السفر الخاص به وأكد على عودته في الموعد المحدد للانتظام في المران فيلر كمان هياخد أجازة حوالي 3 أيام خلال الفترة القادمة بعد العودة من دبي قضاء فترة أجازة قصيرة مع أسرته أثناء توقف أو أثناء راحة الفريق وعدم خوده لتدريبات في ملعب مختار التتش يوم 11 نوفمبر إن شاء الله هيكون بداية المرحلة الثانية للجهاز الفني مع اللاعبين المتاحين والموجودين في صفوف الفريق استعداداً لإنطلاق في الفترة القادمة عندنا بداية دورة يوم 25 نوفمبر وبالأمس كان الاتحاد أعلن عدد من المباريات المؤجلة بالنسبة للدورة العام لكن بشكل عام عندنا مباراة مهمة مع النجم الساحلي التنسي يوم 29 نوفمبر وبالتأكيد المرحلة القادمة يكون فيها استعداد بالنسبة لكل هذه المرحل القالب يعلن عن إطلاق تطبيقه الرسمي في مؤتمر صحفي الخميس المقبل إن شاء الله في مؤتمر صحفي الساعة 12 الظهر يوم الخميس في النادي الأهل الإعلان رسمياً عن مشروع تطبيق الأعضاء الأهل ميمبرس في إطار توجه مجلس الإدارة برئاسة الكابتن الخطيب ليكون الأهل أول نادي إلكتروني في الشرق الأوسط مستخدماً المدفوعات غير النغضية هيحضر المؤتمر الأستاذ محمد الضماطي عضو المجلس ممثلاً على المجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي والأستاذ محمد الصبان مستشور مجلس الإدارة للتكنولوجيا ومسؤولي شركة التواصل المسؤولة عن إدارة المشروع وتطويره يقدم المشروع خدمات كبيرة للأعضاء والجماهير وعلى رأسها سداد الاشتراقات السنوية والأقصات أولاين دون الحاجة للذهاب إلى المقر والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراقات أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل ويمكن الأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضاً التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي شيء مميز جداً وحاجة مميزة بالنسبة للخدمات الاجتماعية للأعضاء خلال الفترة القادمة طيب عندي كمان أخبار متعلقة بالمنتخب الوطني وإحنا طبعاً بنستعرف قدامنا هو كواليس خاصة بتدريبات النادي الأهلي لكن قبل ما خش في الأخبار الأخرى اللي معايا في هذه اللحظات زي ما مشافين دلوقتي التمرين قدامكم طبعاً فيه جزء بدني بقوده تومسا بينكل مع اللاعبين هذا التدريب بدني مع المجموعة المتاحة في المعسكر بعد عودة الدوليين ممكن الدوليين سفروا بالأمس إلى القاهرة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني اللي بدأ النهاردة معسكره في برج العرب بالأسكندرية استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر وخلال اليومين القادمين خلال 48 ساعة فيه مباراة ودية للمنتخب الوطني غالباً بالنسبة كبيرة تكون مع منتخب ليبيريا مباراة خارج الأجندة الدولية لكن كابتن حسين بدري فضلاً يكون فيه مباراة لللاعبين طبعاً بدون المحترفين في هذا التوقيت لكن المعسكر الأدامي شاء الله بإذن الله يكون الجهاز الفني استفاد قدر الإمكان بهذا المعسكر ممكن دي آخر فرصة للجهاز الفني هو يكون معاه كل اللاعبين قبل التوقف الدولي لأن التوقف الدولي خلال الفترة القادمة نحن عندنا مباراتين مباراة يوم 14 مباراة يوم 18 بعد عودة الدوليين إن شاء الله هيكون أول مران بالصورة مكتملة لكل اللاعبين يوم 20 فمن الفترة الأخيرة لغاية يوم 20 كانت فرصة طيبة أن الجهاز يأخذ المجموعة اللاعبين الدوليين يعمل بهم تدريبات خصوصية في هذه الفترة في دبي دبي زي ما قلنا لكم الميزة هناك في أمور عادرة جداً مش أمور فنية أو بدنية بس لا أمور معنوية وجود جماهيري النادي الأهل بجوار اللاعبين في المعسكر شيء بتأكيد لأمور إيجابية بيلقي بزلاله على اللاعبين بشكل جيد جداً بيبقى شيء إيجابي ورائع جداً مع اللاعبين وده حتى ظهر من خلال معسكر النادي الأهل في بعض اللقطات الخاصة اللي تم عرضها خلال الفترة السابقة الحالة المعنوية المزاج العام لللاعبين في المعسكر الحمد لله بشكل طيب وهذه الأمور بتبقى مهمة جداً لأي مدير فني بيحاول قدر إن كان يحصل على القدر الكافي من النواحي الفنية والبدنية لللاعبين في التوقيت الحالي الجزء المهم كمان في هذه الجزئية وإحنا بنستعرض ده كوليس النادي الأهل في المعسكر في الإمارات الحالة الطيبة المزاج العالي لدى عدد من اللاعبين الحالة البدنية والفنية لكل اللاعبة طبعاً كنا نتمنى إقامة مباراة ودية لتطبيق هذا بقى في مباراة في نهاية هذا المعسكر لكن بشكل عام الجهاز الفني شايف إن الفترة الحالية اقتصار التدريب على اللاعبين في هذا المعسكر يكتفي به في الفترة الحالية كمان الحمد لله المعسكر بنسبة كبيرة قدر الجهاز الفني يوصل أفقاره الفنية وخطته بالنسبة للمرحلة القادمة حتى لو تلاحظوا ما كانش فيه لود عالي على اللاعبين في التمرين يعني التمرين كان على فترة واحدة وفترة مسائية التمرين طبعاً في ملاعب شباب أهل دبي بنشكر كل القائمين والناس المسؤولة في نادي أهل دبي وشباب أهل دبي على هذا الاستيبال الحافل لبعثة النادي الأهل في الإمارات وحجم الاهتمام الإعلامي أيضاً كمان بوجود البعثة هناك في الإمارات كانت حاجة كبيرة جداً زي ما قلت لكم آخر حاجة في المعسكر الشكل العام السورة الطيبة اللي كانت موجودة في المعسكر ردود فعل اللاعبة حتى التصرحات تصرحات وليد أزارو حسام عشور مروان محسن حمد فتحي كل اللاعبين اللي قادلوا بتصرحات في هذا المعسكر كل أسنى على أمور كثيرة جداً طبعاً في لقطة مهمة جداً محتاجين نعارضها النهاردة وعايز أقول لكم ده سيد الكاميرا بمعنى صح لأن اندلت بتدل على الحالة المزاجية وحالة اللاعبين في هذا المعسكر وأن الحمد لله البعض وصل إلى مرحلة فنية وبدنية عاية جداً هنعرض فيتجو طبعاً وسيد الكاميرا من خلال مشهد لحسام عشور في فندق الإقامة ووليد أزارو أثناء توجههم إلى التمرين بعد تناول وجبة الغداء وزا ما قلت لكم